الحاجات اللي بتعمل إدمان من الحاجات اللي تقال عليها بتعمل إدمان هي الشعرية سريعة التحضير وإحنا شوفنا قريب حالة وفاة قلب الدنيا وكانت حديث القهاء ومزالت بصراحة هل فعلا لو إحنا عملنا الماكرونة الشعرية العادية وعملناها بنفس الطريقة ما بناخدهاش علشان المواد اللي بتتحطى على الشعرية سريعة التحضير بتسبب برضو احتياجات للجسم فبتخليه مرتبط دي حضرتك إدمان الأغذية دي سواء مكعبات المرأة مكعبات المرأة طبعا نفس المادة هي واحد المونو سوديوم جلوتاميت اللي موجودة في مكعبات المرأة هي هي اللي موجودة في الشعرية سريعة التحضير المادة دي مادة مكسبة نكهة قدرة تركيز الطعم لأن هي مرتبطة بجهاز العصبي سبعين ضعف الطعم العادي فبتدي نشوة رائعة طعم نكهة مفيش بعد كده لدرجة أن النهاردة الناس اللي بعمل أفراخ وتقولك طب الرزة حط فيه مكعبين صحيح طب يا أخوانا فيه إيه؟ طب ما عندوكو شربة الفريخ؟ ده إن مرار ده؟ الدنيا عايزة أقول لحظيك ده الإدمان أنا ما سيبك من موضوع الإدمان المشكلة الأكبر إن المادة دي قردي معمولة بالحدود الآمنة اللي ما تدرنيش إذا استعملتها بترشيد عند الحاجة الحاجة دي تبقى إيه؟ مرة في الشهر مرتين في الشهر إنما مش يبقى الدور بطبق بمكعبات مرأة والعايل هو راجع من مدرسة ولا البيت هو راجع من مدرسة من أسكل بتاع اللي بتحصب عليه ما هي صغنة بتاع الشهرية ده والصبح ولا بالليل لحوم مصنعة فرانكفورتر ولانشل إنه فيهم نفس المادة طب بعدين وبعدين عايزة أقول وفكر نفسي قبل ما فكر أي حد تاني في نصيحة رائعة لو خدناها نبرس قدامنا هنعدي حاجات كتير وهنفهم حاجات كتير وهنعيد حسابتنا اجعل غذائك دوائك طبعا قبل ما يصبح دوائك غذائك إذا مشيت النهاردة مؤدب وكلت زي نظام الدواء يعني بحدود نوعيات محددة في أوقات محسوبة هقدر أعيش أطول فترة ممكنة من غير ما أتعرض لمشاكل والعكس لو النهاردة عيشت زي ما أنا عايز براحتي يا عم وقت الله يبقى يعين الله فرج لساعتها ما إحنا طول عمرنا عايشين كده المصطلحات اللي أنا بسمعها دي الجمل ديت لأ وبابايا عايش كده بقى له ستين سنة بالضبط ما حصلوش حق بالضبط هتكون النتيجة إنه هيجي علي اليوم اللي أبلبع أدوية زي الأكل 16 حبايا الصبحة وحقنا والبوس مش عارف الدور يعني هتخل نفسي في متلات